السلام عليكم في هذا الفيديو إن شاء الله سنتكلم عن UI Switch UI Switch أنا كنت متردد هل نفصلها في فيديو لحالها أو تكون من ضمن فيديوهات أخرى لكن لأن الموضوع شائع وكثير استخدماتها فقررنا نحط لها فيديو خاص فيها طبعاً إيش هي UI Switch؟ لو نجي نشغل السيميليتر أو شاشة المحاكاة في أي جهاز آيفون عندنا نفس الآلية خلونا نروح مثلاً على إعدادات من الإعدادات نتوجه إلى أي إعداد أنت تحب مثلاً برايفيس الآن بعدها ندخل على اللوكيشن خيار اللوكيشن هذا في عندي هذا الUI Switch إما يكون ON ولا OFF الآن لما أفعلها تظهر بهذا اللون الأخضر اللي هو الديفولت في الآيفون لما أرجع أقفلها OFF فيقول لي تبقى تقفل اللوكيشن أقول له أوكي قفلت اللوكيشن فهذه هي الUI Switch هل أنا أفعل خيار أو ألغي خيار الشيء هذا ما هو بس في خيار الموقع في إعدادات كثيرة في الآيفون ما هو حتى بس في تطبيق الإعدادات في أي تطبيق آخر منفصل النفس العالية موجودة في الواتساب مثلا لما تدخل على الإعدادات في الواتساب تروح على الـ Notification أو الإشعارات فيعطيك نفس الخيار للإشعارات هل تبغى تستلم إشعارات تظهر لك إشعارات ولا لا ON ولا OFF بإستخدام الUI Switch في كل التطبيقات تقريبا يعني تمر عليك نفس الاحتياج لهذه الUI Switch أنك تعطي المستخدم خاصية أو ميزة في التطبيق وتترك الخيار له هل يبغى يفعل هذه الخاصية أو الميزة أو يلغيها فما عندي فيها إلا هذه الخيارين إما يكون ON أو يكون OFF هذا كان كل شيء بالنسبة لـ UI Switch دعونا نذهب على الـ X Code ونطبق عليها تطبيق عملي وقبل كل شيء نقول بسم الله الآن أنا إنشأت مشروع جديد على الـ X Code عندي واجهة فارغة في الـ Storyboard عشان نضيف عليها الـ UI Switch Command Shift L نبدأ نبحث عن الـ Switch هذه مثل ما هي واضحة أمامنا نبدأ نسحبها على الواجهة الـ Switch هذه في لها خصائص وأتربية ممكن نعدل على مظهرها فأقلق عليها ونأتي من القائمة اللي على اليمين ونذهب على الـ Atribute Inspector ممكن نعدل مثلا على الـ State الخاص فيها لو أنا أبغاها By Default تكون مفاعلة أو غير مفاعلة فهي الآن مفاعلة بما أن اللون الأخضر default فأقدر أغيرها من الـ ON إلى الـ OFF أصبحت الآن غير مفاعلة أرجع أحولها مرة ثانية إلى الـ ON الآن مفاعلة أغير اللون الخاص بالـ ON فيكون مثلا هذا اللون أيضا نقدر نغير اللون الخاص بالدائرة هذه نفسها يعني هذه الدائرة اللي تروح يمين ويصار اللي هي الآن باللون الأبيض فنقدر نغيرها مثلا نختار لها لون مثلا هذا الأسود فهذا أيضا بمكان نغير لما تكون الـ Switch مفاعلة هذه لونها باللون الأحمر لما تكون مطفية أو OFF فترجع للوضع الطبيعي هذا يبقى دائما باللون الأسود نجي الآن نروح على ربط الـ Switch بالـ Controller فألت من الكيبورد كليك على View Controller بما أن الـ View Controller مرتبط مع هذه الواجهة الافتراضية نبدأ نسحب الآن الـ Switch إلى الـ View Controller رح أضيفها بعد الـ View Dead Load و رح أختار نوع الـ Connection Action ونوع Event Value Changed عشان كل ما تتغير القيمة أنا أتحسس لها وأعرف هل فعل أو ألغى الاسم رح أسميه Switch Dead Changed ممتاز الآن نسوي لها Connect خلونا نقفل ونرجع مرة ثانية على الـ View Controller بشاشة كاملة داخل الـ Function هذه أو الـ Action هذا الآن عندي سندر سندر اللي هو يمثل الـ Switch نفسها رح أغير الـ Type من الـ Any إلى Ui Switch داخل الـ Action رح يأتي أطبع جملة Print رح أضع فيها الحالة هل هو On ولا Off رح أقول له Status Equal و رح نحط داخلها هنا حالة الـ Switch نفسها هذا السندر رح نقول له Sender.isOn isOn اللي هو هل هو مفعل ولا لا إذا كان مفعل رح أعطينا True إذا كان غير مفعل رح أعطينا False الآن نشغل شاشة المحكا ونجرب نشوف نغير الحالة من الـ On إلى Off ونشوف الاختلافات ما بينها الآن اشتغلت معنى وبالوضع الافتراضي اللي هي مطفية مثل ما حددنا الآن في الـ Storyboard عندنا لما أضفناها أضفنا الـ Switch اخترنا من القائمة اللي على يميني إن هي تكون الـ State الخاصة فيها Off فالآن في شاشة المحكاة اشتغلت معنى وهي مطفية نجي نفعل لاحظ في الأسفل طبع عندنا إيش؟ True أصبحت مفعلة نجي نقفل مرة ثانية نقفل الـ Switch يعني حولي إياها إلى False أصبحت الآن مطفية فمهم جداً الآن أنا لما ربطت أول شيء إنه السندر نفسه ما يكون Type Any يكون UI Switch عشان أنا أقدر أوصل للـ On والOff اللي أنت بتسويه في الـ Applications اللي عندك وفي التطبيقات رح يكون عندك غالباً هنا متغير في الأعلى على مستوى الـ Class فرح تسميه مثلاً أي اسم Can Receive Notification يعني أي اسم يكون مختصر ونحط في البداية الوضع الافتراضي إنه يكون False إن المستخدم ما يبغي يستلم إشعارات أو لو أنت الوضع الافتراضي يحب أن يكون يستلم إشعارات يكون الوضع الافتراضي تروي تخلي الـ Switch مفاعلة يعني بحسب احتياجك فأنا الآن خليت أنه يكون False وفي الـ Story Board أنا أصلاً مطفل الـ Switch فيظهر عنده الخيار إنه هذه مطفية الآن هنا رح يجي أحط المتغير هذا اللي عندي اللي هو Can Receive Notification يساوي اللي هو Sender Dot Is On فإذا فعل رح يكون مفاعل إذا ما فعل ما سوى شيء تبقى مطفية إذا فعل وطفة رح تكون هذه القيمة الخاصة بالمتغير Can Receive Notification هي تساوي حالة الـ Switch هل هم فعلها أم لا؟ وبعدين يعني ممكن يكون هنا عندي بوتن خاص بالإعدادات يعني حفظ الإعداد بوتن رح أربطها ك-IP Action وإذا ضغطتنا على هذا البوتن رح أعرف قيمة هذا المتغير أو أستخدم هذا المتغير حتى أعرف هل الشخص هذا حاب يستلم مشعارات أم لا؟ وأرسل القيمة عندي للـ Backend للـ Database ورح نجيلها إن شاء الله في الدروس المتقدمة في القسم الخاص بالـ Database كيف نرسل الإعدادات هذه ونخزنها عندنا في السيرفر ونعتمدها كأعدادات خاصة بالمستخدم هذا كان كل شيء بالنسبة للـ UI Switch إلى هنا أوقف استدعكم الله والسلام عليكم